عناوين بروتوكول الانترنت الخاصة والعامة من الامور البديهية انه يجب ان يكون عنوان بروتوكول الانترنت لكل مضيف في الشبكة مختلفا عن اي مضيف اخر وذلك لتجنب حدوث تعارضات تؤدي الى منع احد او كلا المضيفين من الاتصال بالشبكة لقد ادى ظهور الانترنت الى انشاء شبكة عالمية ضخمة جدا ومن المؤكد انه يجب ان لا يتشابه عنوان بروتوكول الانترنت لمضيفين في شبكة الانترنت لضمان عدم وجود تعارض تم انشاء منظمة متخصصة بتحديد عناوين بروتوكول الانترنت للحواسيب المتصلة بشبكة الانترنت مثل هذه العناوين هي التي يطلق عليها عنوين بروتوكول الانترنت العامة public IP addresses الفئة الاخرى من العناوين وهي الخاصة بالشبكات المحلية فهي تلك التي يطلق عليها عنوين بروتوكول الانترنت الخاصة private IP addresses لقد اتفق على تحديد قيم محددة لعناوين الشبكات الخاصة يمكن تلخيصها بالقيم التالية اولا 10.0.0.0 وقيمة قناع الشبكة الفرعية هو 255.0.0.0 مما تعلمنا سابقا يتبين ان هذا العنوان هو لشبكة من الفئة A وهي تتسع لما يقارب 16 مليون مضيف يمكنك ان تقوم بتقسيم هذه الشبكة الى اي عدد تريد من الشبكات الفرعية بنفس الطريقة التي تعلمناها سابقا ثانيا 172.16.0.0 وقيمة قناع الشبكة الفرعية هو 255.0.0 القيم التي يمكنك اعطاؤها لعناوين المضيفين في هذه الشبكة الفرعية تتراوح بين 172.16.0.1 الى 172.31.255.254 ثالثا 192.168.0.0 وقيمة قناع الشبكة الفرعية هو 255.255.0.0 القيم التي يمكن اعطاؤها لعناوين المضيفين في هذه الشبكة تتراوح بين 192.168.0.1 الى 192.168.255.0 202.168.0.1 هذه الفئة من العناوين الخاصة بالشبكات المحلية هي الاكثر استعمالا وبخاصة في شبكات ويندوز بهذا ننتهي من سرد القيم المتفق على ان تخصص لعناوين بروتوكول الانترنت الخاصة اي لتلك الشبكات المحلية التي تريد الاتصال بالانترنت من البديهي ان عناوين بروتوكول الانترنت العامة هي كل العناوين الاخرى التي لا تتضمن العناوين الخاصة التي ذكرناها منذ قليل من المهم جدا الانتباه الى ان قيمة عناوين بروتوكول الانترنت الخاصة مهمة فقط في حالة ان الشبكة المحلية ستتصل بشبكة الانترنت اما في حالة ان الشبكة المحلية ستكون بمعزل عن الانترنت فانه يمكنك ان تستخدم ايا من عناوين بروتوكول